توفي مساء أمس الخميس الطالب الجامعي حمزة أوريز ألدي كان قيد حياته يتابع دراسته بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الأول بسطة متأثرا بحروق من الدرجة الرابعة بعد إدرامه النار في جسده بالغابة المجاورة للجامعة وحسب ما صدر فقد تم العثور على الطالب بمحيط جامعة الحسن الأول وهو في حالة حرجة بعدما أكلت النار في جسده قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطة غير أن حروقه التي كانت من الدرجة للرابعة استدعت نقله على وجه السرعة إلى للدار البيضاء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي شكرا شكرا شكرا